اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد اولا باول ما يكره الرجل في الانثى ليس الحديث هنا عن نواقص او مساوئ تمتلكينها لا اطلاقا الحديث فقط عن الاختلاف الذي يجب على الطرفين ذكورا واناثا تقبله في الطرف الاخر فهي الخصائص التي تسم كلي الجنسين والتي تبدأ بالمظهر والبيولوجيا وتنتهي بالتركيبة العقلية المختلفة بعض الشيء قد تتساءلين عن الخطأ الذي ترتكبينه ويجعل الرجل يبتعد عنك في الحقيقة هي ليست اخطاء بل امور يجب عليك في المرة القادمة ان تنتبه لها حين تتعاملين مع الرجل هذه بعض اشهر واهم الاشياء التي تفعلينها بعفوية ولكنها تنفر شريكك او صديقك منك اولا المبالغة في وضع المساحق التجميلية واستخدام اللامع منها والمغاير لالوان البشرة مما يظهرك بالنسبة للرجل بشكل مضحك ويجنبه الاقتراب منك لان المساحق سوف تلتصق به وتشعره بالانزعاج ثانيا تصفيفات الشعر الغريبة والشاذة عن الطبيعي فالرجل يفضل شعرك على طبيعته وخال من مواد التثبيت ومواد العناية بالشعر الهلامية ثالثا اكثر ما يبعد الرجل عنك هو وجود الشعر على جسمك حتى لو كان غير واضح فبمجرد لمسة منه لن ترايه بعدها هو يحب بشرتك ناعمة طرية بشكل دائم رابعا قد يكون كل شيء فيك جميلا وجذابا حتى تبتسمين فتتشوه الصورة بالكامل اذا ما كنت من المهملين للعناية باسنانك اعتني بنظافة الفم وبياض اسنانك فهذا اول ما يلفت الرجل لك او ينفره خامسا التردد والخوف من فقدانه وبان تقوم بخطفه انثى اخرى سلوكيات تبعد الرجل وتجعله حذرا من الارتباط مع مالكتها سادسا عدم تقديرك للحاجة الطبيعية والغريزية للرجل في قضائه لوقته الخاص بعيدا عن من يحيط به واعتقادك بان فعله هذا هو نفور منك هذا ما يزعج الرجل ايضا افهمي واستوعبي هذه الخاصية في الرجل سابعا عدم قيامك بتفسير قول ما او تصرف قمت به ولم يفهمه وطلب منك الشرح رغبتك بان يفهمك فورا هي اشبه بالمستحيل فعقل الرجل غير مهيى حقا لفهم جميع الاشارات التي تخرج منك هذا الامر يدخل الرجل في دوامة مزعجة من الافكار ويبعده عنك تدريجيا ثامنا عرضوا مشاكلكم على الاخرين ومحاولة حلها امامهم هي اكثر ما يزعج الرجل في الانثى تاسعا استخدامك للبكاء كوسيلة للاقناع او الصراخ للاعتراض وفرض الرأي هذه افعال مخيبة للامال حقا عاشرا الغير المبالغ فيها نعم لك الحق الكامل بالمطالبة به لك وحدك دون سواكي لكن ان يصل بك الامر الى تقييده ومساءلته جيئة وذهابا من الامور الهامة المسببة للانفصال وهجران الرجل لك احدى عشر اخذك لدور الام الشديدة الحرص والعناية فيه واخباره بما يجب عليه ارتداءه من الملابس من عدمه وملاحقته كالطفل الصغير امر يسبب له الضيق الشديد والنفور ونتابع مع المزيد من السلوكيات التي يكرهها الرجل في الانثى مع السلوك رقم اثنى عشر البحث عن الاخطاء والنواقص في كل شيء محيط بكم والحديث عنها وبشكل دائم من الامور المزعجة للرجل ثلاثة عشر ومع عصر وسائل التواصل الاجتماعية وموضة السيلفي والانستغرام فان اكثر ما يمقطه الرجل هو المرأة التي لا هم لها ولا شغل سوى التقاط الصور ومشاركتها في كل خطوة وكل عمل تقوم به حقا الامر منفر اربعة عشر مبالغتك في بعث الرسائل له ومتابعته خطوة بخطوة تعتبر من الامور التي تجلب التوتر للرجال خمسة عشر التقاط هاتفه الخلوي والعبث فيه وتغيير اعداداته من المواضيع التي تسبب ازعاجا للرجل ستة عشر مناداته امام الجميع باسمائه والقابه الخاصة بكما من اكثر الامور التي تثير حنقه وتسبب له الاحراجات امام الاخرين وخاصة اصدقائه سبعة عشر محاولتك لابعاده عن اصدقائه وبخاصة صديقاته والغير منهن جميعا او الشكوى المستمرة بانه يقضي الوقت معهم اكثر مما هو معك هذا من الامور التي تسبب هجر الرجل وابتعاده ثمانية عشر توجيهه للطريق واعطائه الاوامر اثناء القيادة هي من اكثر الامور التي سببت حصول المشاجرات بين الازواج وادت الى الطلاق في الولايات المتحدة الامريكية تسعة عشر الدخول في مقارنات مع الاخرين سواء اكانوا اشخاص عازبين او ازواج عشرون الرغبة الدائمة في الخروج الى النزهات في العطل الرجل يفضل بشدة ان يقضي اجازته مسترخيا في المنزل التصرف الحادي والعشرين الاتكال عليه في جميع الامور صغيرة وكبيرة وتفويضه القيام بجميع المهام يحب الرجل ان تعتمد انثاه عليه ولكن ليس الى درجة ان ترمي بكل ثقلها فوق رأسه التصرف الثاني والعشرين التذمر الدائم من عدم قيامه بمساعدتها في المهام والاعمال المنزلية ثلاث وعشرين الجدية المفرطة هي سبب من الاسباب لابتعاد الرجال عنك الحياة لا تستحق ان نأخذها على محمل الجد التصرف الرابع والعشرين النساء التي ترتدي الملابس الفاضحة المبرزة لمفاتنها لا تبدو للرجل الا كبائعة الهوى لذا يتحاشى الاقتراب منها التصرف الاخير التحدث المستمر عن العلاقة بينهما ومستقبلها والخطط القادمة وما يجب عمله لاحقا كل هذه الاشياء لا يحبها الرجل ويفضل عدم الخوض فيها كانت هذه خمس وعشرين تصرفا من التصرفات التي يكروها الرجل في الانثى تعرفي عليها واحذريها حتى تتمتعي بعلاقة سعيدة مع الحبيب اكتبوا لنا في التعليقات هل هناك تصرفات اخرى يكرهها الرجال في النساء اذا اعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا ان نقرأ على زر الاعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فورا نشرها اذا اردتم مشاهدة المزيد اختاروا واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة امامكم الان